في ميزانية ولا فيش ميزانية؟ فيه لازم؟ لازم ولا لازل ما عندهش ميزانية؟ ده الميزانية الميزانية بتحسسك بالأمان عارف أنا رايح فين وجاي منين ورايا إيه؟ علي إيه؟ وهقدر أوفر قد إيه؟ أنا لو ما كتبتش طول الوقت أحس أني نتاية لو نزلت اشتريت شراء عشوائي أحس أن الفلوس بتخلص قبل و أنا مش عارفة كامل الشهر الزي كميل الشراء العشوائي يعني كفاية بس إن الميزانية بتديني إحساس نفسي بالأمان أنا عارفة أنا هصرف إيه وعاوز أشتري إيه وما أخرجش برا الميزانية هخرج برا الميزانية ما فيش مشكلة اللي ما يتوفرش في الأسبوع ده هتوفر في الأسبوع اللي بعد باخدها معاكي واحدة واحدة حضرتك استشاري إدارة مؤسسات الأسرة يعني طايتل جميل جدا بالروحة كده إزاي نعمل ميزانية؟ كأب وأم أو كزوج وزوجة مع بعض فأول الشهر إزاي ألف به ميزانية البيت؟ بعيدا عن استشاري إحنا كونا بنشوف آباءنا كانوا بيعملوا إيه؟ كلهم عندهم أجندة على فكرة كانوا بيكتبوا وكان إن أنا بقى عندي أجندة فيها الاحتياجات بتاعتي والمصرفات بتاعتي قد إيه؟ وفي نفس الوقت أنا بيدخل لي قد إيه؟ طبعا كل ناس تقول إحنا بيدخل لي صفحة باحتياجات 15 صفحات طبما الاحتياجات دي لازم نقسمها الأولويات فيه فرق أفرق ما بين حكتين مهمين فيه فرق ما بين الرغبات والاحتياج رغبات كلنا عاوزين نشتري كل حاجة كلنا عاوزين نمتلك كل السلع أحدث تليفون كل أحدث طرز الليبس يعني الرغبات مش هتنتهي إنما الاحتياج اللي هو لازم لا تستقيم الحياة بدون مش هادر أعيش من غير أكل مش هادر أعيش من غير الليبس مش هادر أعيش من غير إن أنا كوني عندي سكان والسكان ده ليه متطلبات فمهم ما هو إن أنا أفرق بين الاثنين طيب هعمل بقى ميزانية أعمل إيه حضرتك بيجي لك مثلا فيه ناس دخلها ثابت وفيه ناس دخلها متغير موسمي بيشتغل عمالة موسمية هو بيجي له يوم أو ممكن يوم التاني ما يشتغلش مثلا أنا بيجي في اليوم اللي أنا عندي فيه دخل خصوصا اللي هي الدخل الغير منتظم وأوم جاية السماء أبقى عارفها قدام هو أنا هيجي لي الدخل ده كل قد إيه يعني مثلا أنا فيه ناس دخلها كل ثلاث شهور أعمل حسابي إن الدخل ده اللي بيجي لي هقسمه على تلات عشان ده الدخل السابت بتاعي شهرية طب أنا دخلي سابت خلاص أنا عارف إن أنا بيجي لي أخل الشهر 4000 جنيه مثلا هاجي أخذ الـ 4000 ويجي أشيل كل المصرفات السابتة اللي هي علي علي ألحق نفسي قبل مصرف الـ 4000 اللي هي الأولويات والاحتياجات المصرف اللي هي السابتة اللي هي علي عندي إيجار سكن مثلا عندي كهرباء كهرباء فواتير مية فواتير غاز دي بشيلها في الأول على جن طب بقى معي مبلغ أقسمه بقى على بنود الانفاق اللي هي إيه اللي بقية اللي هو الغذاء بتاعي المصاريف الشخصية بتاعت الولاد المصاريف التعليم زي ما حدناك ما قلت أنا هروح شغلي إزاي نقلهم وصلات ولادي هروحهم مدرسهم إزاي طيب عملت ده ولقيت الميزانية مش مظبوطة معي أبتدي بقى أنا أسأل نفسي سؤال مهم إيه البند من بنود الانفاق اللي عندي فيه مشكلة هل بند الغذاء بند الموصلات بند السكن وأوفر فيه إزاي طب ما فيه ناس كتير تبقى متمسكة بسكن معين هو بعيد عن شغله فاضطر نيف بند الموصلات تشيل موصلات ليها ومدارس الولاد طب ليه مختار سكن قريب من العمل وفي نفس الوقت يكون متناسب مع داخلي فيه ناس تقول لي أنا لازم عيش في منطقة معينة وده عملي أزمة مالية طول أن بيتسمع مع الشهور اللي بعد كده فمهمة قوي قوي أن أنا أعود مع نفسي قاعدة مصارحة مع أفراد أسرتي ومع نفسي قبل أفراد أسرتي أن أنا كرب أسرة أو المسؤول عن الميزانية ممكن تكون ربة الأسرة بالمناسبة أسأل نفسي سؤال مهم إيه اللي بيهدر الميزانية بتاعتي طب أنا أقدر زيق أوازن ما بين الاحتياجات والدخل بتاعي طب الدخل مش مقضي طب ليه أنا ما استفدش من قدرات أفراد الأسرة ليه إحنا ليه دايما عندنا مفهوم أن أنا طول الوقت بصرف على ابني طب ليه ابني ليه ما يجيبش دخل تسفززززززززززتو